اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بال العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة اشتركوا في القناة ونجاة ونجاة من لجأ إليك يا ليتنا يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز ونفوز والله فوزا عظيم لم أنس زينب لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدو تبدو نياحة الحانا فالحانا مسجورة القلب إلا أن أعينا كالمعصرات كالمعصرات تصب الدم عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايا ناء وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يؤويه يتاما نابوي يا علي انعسحس الليل وارا بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصوب أبدانا يا 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 قم يا علي فما ذا القعود وما عهدي تجف على الأقذاء أجفانا واش عندش يا زينب قالت هذا حسين بلا غسل ولا كفن هذا هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخير ميدانا وشال وشال جرى دمعي على الوجن وشال وخلص قلبي ولا تنبي وشال وشال على المحا ودجا نعشا وشال قبل ما ترض صدر على الوجمي قبل ما ترض صدر على الوجمي الوجمي وشال ميالي من قعل العديالا ميالي ايش لاني لجد تلقى ميحن علي ايش لاني لجد تلقى ميحن علي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليكم قادة الأمام وأولياء النعم مطلبنا هذه الليلة الذي نتوقف عنده في زيارة الجامعة الكبيرة هو كلمة لإمام صلوات الله وسلامه عليه أولياء النعم هذا المصطلح هذه الكلمة لها معنيين اصطلاحنا عندنا عدل في الأوساط العلمية يقولون أكو معنى لغوي وأكو معنى اصطلاحي المعنى الاصطلاحي يعني باصطلاح الفقهاء أولياء النعم وأولياء النعم لها معنى لغوي فأيهم المراد أول مرة قد نعرف شنو معناها بالمعنى الاصطلاحي شنو معناها بالمعنى اللغوي في المعنى الاصطلاحي في باب المواريف أن الإنسان إذا مات يرثه أهله الأولاد الزوجة الأخوان الأب الأم العمام الخوال وهكذا طبقات درجات أكو ورث الدرجة الأولى إذا ما وجدت إل من ينتقلون للدرجة الثانية إذا ما وجدوا إل من ينتقلون للدرجة هو هاكم مرة واحد يقولون يموت فلان ما عنده أهل ما عنده أخوان لا عنده زوجة لا عنده أوم لا عنده أب مقطوع مجرد هذا جاي من غير مدينة وما عنده أحد من الذي يرثه يقولون يرثه ولي نعمته سابقا في القديم من الأزمنة كانت أكو تجارة بيع شراء العبيد بعض الأحيان أسرى يجيبوهم شبيهم عبيد جيبونهم أسرى واحد يشتري له عبدا فترة من الزمن يقول له أنت حر لوجه الله وروح يطلق سراحة هذا العبد راح يشتغل كون نفسه بين حياته صار عنده أموال صار عنده تجارة وصار صار عنده ذا كل يوم هذا العبد مات ما عنده أهل ما عنده أحد يجون للعالم للحاكم الشرعي مولانا من الذي يرثه يقول ليرثه ولي نعمته من وري ولي نعمته قال الذي أعتقه لوجه الله الذي جعله بعد العبودية حرا كان عبدا مملوكا فجعله حرا هاي بمثابة المكافأة من الله سبحانه وتعالى لذلك لذلك المولى اللي أعتقد عبد ذاك المؤمن العبد المسلم اللي اشترى وأعتقل وابه الله الله سبحانه وتعالى قال له هاي مكافأة إلك أنت بمثابة أبيه هذا مات ما عنده أحد أنت ترثه ليش يرثه قال لي أنت أعتقته جعلته بعد العبودية حرا هل المراد في أولياء النعم هذا المعنى يعني نحن كنا عبيدا فعتقنا أهل البيت فهم ولي نعمتنا يقول لا هذا المعنى الاصطلاحي المراد في الزيارة الجامعة ليس المعنى الاصطلاحي وإنما المعنى اللغوي شنو المعنى اللغوي المعنى اللغوي يعني جاهد سلم على الإمام تقلهم السلام عليكم يا أصحاب النعمة علينا ما شايف بعض الأحيان تقف أمام أبيك وأمام أخيك الكبير وأمام عمك وأمام جدك تقول له أنت صاحب النعمة عليك بل في بعض الأحيان واحد فقير مسكين ما عنده أموال ما عنده تجارة ما عنده عمل قاعد يجي لفد واحد عنده إمكانية إن قل الله أنت خوش آدبي خوش زلمة خوش رجل خير ومؤمن متدين أمين أنت ليش قاعد قال والله ما محصر الشغل قال لا أنا عندي شغل يجي حط ينطي أعلى معاش وينطي أعلى راتب ويطي أعلى سيارة ويطي أعلى منزل مو يقل له يقل له جزاك الله خير أنت شنو أنت صاحب النعمة عليك إحنا لما نقرأ زيارة الجامعة أولياء النعم شنو جاي نقول إحنا جاي نقول السلام عليكم يا أصحاب النعمة هاي النعمة اللي نعيش بها إحنا أولياؤها أهل البيت صلوات الله لو لا أهل البيت لما عشنا في هذه النعمة التي لحنا فيها السلام عليكم قادة الأمم وأولياء النعم خليني جي نتوقف عند هذه كلمة الولاية شوف في مبحث توحيدي عقائدي مهم جدا في مبحث التوحيد التوحيد لا يجيز أن تنسب الولاية لغير الله تبار الله الولاية المطلقة حصرا إلما لله تبارك وتعالى لكن أنت تجي مثلا موحنا جاينا بالموضوع أنت سلسلين به يقول الولاية في مبحث التوحيد التوحيد لا يجوز أن ينسب الولاية لغير الله تبارك وتعالى احنا شنقول احنا جاينا نسلم شوف هنا أنا أكفت فهم ساذج متحجر وأكفت فهم عميق للتوحيد هذا الذي يفهم التوحيد فهما ساذجا متحجرا شي قل لك يقل لك لا تقبل هذا المنبر فأنت متشرك لا تصلي على مثلا التربة أنت مشرك لا تقبل الظريح أن تشبيك كل هذه الأعمال اشراك اشراك لا مو اشراك هذا يدل على ماذا يدل على أن هذا الإنسان يفهم التوحيد فهما ساذجا احنا فهمنا للتوحيد فهما عميقا شلون احنا يجينا واحد يقول من مولاكم نقول الله مولانا ورسول الله مولانا وأمير المؤمنين مولانا والحسن مولانا والحسين والأئمة مواليد كلهم دول مواليكم ما يصير الله سبحانه وتعالى هو المولى لو الله مولاكم لو النبي مولاكم لو الإمام مولاكم ما يصير واحد عندها القد مواجه نقول له لا كلهم موالينا يقول تعالوا وجهوا لي فهموني شلو أنتو الله مولاكم والنبي والإمام قال الله حتى لعبد المؤمن هم مولاي حتى الإنسان راعي الدين قال صاهم صلي مولاي شلون هذه ما يصلح هذا ما شوف تجي للقرآن الكريم تقرأ الله ولي المؤمنين الله ولي المؤمنين في آية أخرى ماذا تقرأ إنما وليكم الله ورسوله بعد والذين آمنوا شاهد شنو هذا يعني تقرأ تناقض في القرآن قل الله ولا ياذب الله ليس تناقض بل نحن في مدرسة أهل البيت نعتقد بأن الولاية المصدرية الأزلية الأبدية لله تبارك وتعالى وولاية النبي وولاية أهل البيت إنما هي ولاية امتدادية من من الله تبارك وتعالى الله ولايته مصدرية أزلية يعني أبدية قبل أهل البيت وقبل الأنبياء ولايته وبعد أهل البيت وبعد الأنبياء ولايته أزلية أبدية إذن المصدر ولاية الله تبارك وتعالى ولاية أهل البيت فرع عن ولاية الله تبارك وتعالى نحن ما جاي نتكلم عن شيء مغاير المن مغاير لولاية الله مو ولاية الله شيء ولاية الرسول وأهل البيت ولاية غير هذه ولاية الله تبارك وتعالى وإنما ولاية الرسول وولاية أهل البيت إنما هي امتدادية من ولاية الله تباركه وتعالى اللي الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الولاية للنبي والإمام نفس الكلام بالنسبة للنعمة أولياء النعم يقول بعض يشكل يقول تعالوا أنتم تقولون أولياء النعم والله في القرآن الكريم يقول ما بكم من نعمة فمن الله لكن الأب صاحب نعمة علينا والأخ صاحب نعمة علينا والصديق صاحب نعمة علينا وكل إنسان متفضل على آخر يكون صاحب نعمة عليه لكن كل هذه النعم تبقى هي فرع عن نعمة الله تبارك وتعالى مثل ما واحد يجي يقولك تعال أطلع من بيتك أنت هذا الملك لله هاي الدنيا وجود ملك الله سبحانه وتعالى أقول له صحيح ملك الله أنا الملكية مالتي مو أبدية أزلية الملكية الأبدية الأزلية لله تبارك وتعالى أما أنا ملكيتي في وقت معين في زمان معين في وجود معين نفس القضية بالنسبة للنعمة نحن نبيناتنا واحد صاحب نعمة على آخر لكن بالنتيجة هذه النعم ترجع علما ترجع إلى الله تبارك وتعالى يعني الإنسان يصير يكون صاحب نعمة لو ما يصير يصير الله يقول للنبي بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ أَنْعَمْتَ بِنُهِ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجُكْ وَاتَّقِ اللَّهُ وَتُخْفِي بِنَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهُ وَتَخْشَى النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ هذه الآية نزلت في زيد بن حارثة زيد بن حارثة خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له زينب بن جحش اللي هيش يصر للنبي بنت عمته قبل أن تكون زوجتها بنت عمته بنت عمت رسول الله خطبها النبي المن الزيد بن حارثة تزوج زيد بن حارثة ذاك اليوم جاء زيد بن حارثة يريد أطلق قال لي يا رسول الله لسبب وآخر لخلافات حصلت عندي مع زوجتي أنا أريد أطلق أريد أطلق أنا بعد ما أقدر أستمر بالزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدري أنت من باب الخلق والحكم الشرعي والأعراف أنه ما يصح أن يباشر مباشرة الحاكم الشرعي الحاكم الشرعي وفق التكاليف الشرعية مكلف بأن يدعو ماذا؟ على استمرار الحياة الزوجية وأن لا يعجل في مسألة الطلاق أن تروح إلى كل حاكم شرعي من يجي له مثلاً رجل الدين من يجي له زوجه زوجة يريدون يطلقون أول مرة يردهم ثاني مرة يدعوهم يا أبو يتعالوا ما يصير لا تستعجلون أبغض الحلال إلى الله الطلاق هذا مو صحيح أرجع النبي قال لا أمسك عليك زوجك واتق الله لا تستعجل بالقضية أصبر عادة دائماً الإنسان ليس معصوم يصير عنده خلافات يصير عنده مشاكل يصير عنده طلايب بالمثل لكن لا يؤدي ذلك إلى الطلاق مشكلة ومشكلة تنحل بالنتيجة هذا من جانب من جانب آخر الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ماذا أنت يا محمد سوف تتزوج مني من زينب من نفس المرأة وهذه كانت بمثابة المفاجئة للنبي هذه بعدها على ذمة زوج متزوجة رسول الله كتم ذلك في نفسه ما أباح به لأحد ما أتكلم به لي أحد أبداً بعد فترة من الزمان إجهما زيد بن حارثة شريد شريد يا زيد قال يا رسول الله أنا أريد الطلاق قال أمسك عليك زوجك واتق الله قال أنا الآن المرأة مصمم على ماذا على الطلاق الله سبحانه وتعالى شي قل ليه يقل له وتخفي بنفسك في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن ماذا أن تخشاه أسانا أسألكم سؤال إمرأة تتطلق يطلقها زوجها تروح تتزوج زوج ثاني أكو فت مشكلة شرعية أكو ماكو مشكلة شرعية أكو مشكلة عرفية ماكو مشكلة عرفية أعد ليش القرآن الكريم يقول له وتخشى الناس النبي يخشى الناس ليش شنو صاير شنو أكو أكو هنا لفتة فقهية تاريخية لازم نتوقف عندها شنو هذه اللفتة هو أن زيد ابن حارثة كان ابنا لرسول الله لكن أي نوع من الأبناء أكو ابن ادعائي وأكو ابن حقيقي زيد ابن حارثة كان ابنا ادعائيا لرسول الله يعني بالتبني مو سابقا اللي عنده أولاد كثر واحد ما عنده أولاد يجي صاحب الأولاد يقل له أنا ما صور عندي ذرية فاللي أريد من عندك أنت تنطيني ولد أنا أقوم بتربيته أكبره أتبنى يصير ابني هم بي أجر ثواب وهم يعيله من يكبره وهذه كانت فيه بزمن النبي بزمن في القديم من الأزمنة هذه ظاهرة متفشية الآن يمكن مو موجودة قليلة فكان زيد ابنا ادعائيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الابن ادعائي أكو أحكام شرعية تسري عليه ولا تسري عليه مثل الابن الحقيقي إذا طلق زوجته لا يجوز للأبي أن ماذا أن يتزوج طليقة ابنه هذا أي ابن؟ هذا الابن الحقيقي عد قريش أنه هذا الحكم يجري علي من يجري حتى على الابن الإدعائي خشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مو من الحكم الشرعي لا من كلام الناس اللي راح يتكلمون رسول الله أو راح ينادون محمد تزوج طليقة ابنه يقولون على ما يقولون مثل ما تهمه رسول الله بأنه ساحر وأنه مجنون وأنه كاذب يتهمون وما يريدون كلامها الرجون بيع النبي لكن الله سبحانه وتعالى دائما كان يثبت من عزيمة رسول الله شي قل له يقول له وتخشى الناس والله أحق أن تخشى دامك أنت راضي الله سبحانه وتعالى ما لك علاقة بالناس رضى الناس غايته لا تدرك هاي الناس لو شما راح تسوي لها ما راح ترضى عنه ما ترضى عنك أبدا لذلك الإسلام يقول لا الأحكام اللي تجري على الابن الادعائي ما تجري على الابن الحقيقي غير حكم الابن الادعائي غير الابن الحقيقي لذلك هذه الناس دائما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل معهم بحذر حتى لما أراد أن ينصب أمير المؤمنين يا أيها الرسول بلغ ما أنزله إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت والله يعصمك من الناس ليش يعصمك من الناس لأن الناس مرغل تتقبل فكرة تنصيب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأباحوا وصرحوا بذلك قالوا تعالي يا علي يا رسول الله يا محمد يقولوا له بهذه الطريقة يا محمد أمرتنا بالصلاة صلينا أمرتنا بالزكاة زكينا أمرتنا بالحج حجينا كل شيء كأنه متفضل هذا متفضل على النبي ومتفضل على الله أنه دخل بالإسلام كل شيء أمرتنا سوينا الآن تجي تنصب بنعمق علينا هذول شيء صورونا يصورونها زعامة صوروناها رئاسة ما يعتقد أن هذا منصب إلهي الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بتنصيبه قالوا لهذا من عندك لو من الله عجيب يعني ناس تمشي وراء رسول الله مواثق بأن الذي يقوم به رسول الله مواثق بأن ما ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي الله دائما كانوا يتصورون أن النبي تعامل بعاطفته لذلك يقول له الله سبحانه وتعالى يقول له والله أحق أن تخشاه هل نقول هل نقول أحنا أولياء النعم هل نعم هل نعم هل نقول أن آخرة نعم هذه النعم هي نعمة الولاية لهم نعمة الولاية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورغيت لكم الإسلام دينا ما تم الدين إلا بولاية محمد وآل محمد لذلك الكثير من المسلمين ما كانوا يعرفون هذا القدر وهذه العظمة وهذه المنزلة لأهل البيت صلوات الله وسلامه هذه النعمة ما كانوا الناس يعرفونها فتخلفوا عنها وإلا إذا كان الإنسان عارفا بالنعمة التي أنعم بها الله عليه وأنعم بها أهل البيت لما تخلف عنها وإلا إمامكم الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لذلك الرجل الكابلي يقول له لقد لم يكن في الكوفة أربعين رجلا يعرفون علي بن أبي طالب هاي الكوفة ما بها حتى أربعين رجل يعرفون علي بن أبي طالب ذلك الناس هل شوف صار الاختلال بالتوازن بالمجتمع بالأمة الإسلامية بعد وفاة رسول الله وبعد شهادة أمير المؤمنين وإلا ظلت الأمة لا تميز ولا تفرق بين يزيد بن معاوي وبينين الحسين بن علي بن فاطح وأخذت الناس تنادي وتسمي الحسين بالخارجي والحسين ريحانة رسول الله سبايا الحسين نساء الحسين بنات رسول الله مخدرات الرسالة حرائر على رسول الله يسمونهم خوارج سبايا يطافوا بهم على المطايا من بلد إلى آخر من المواقف الصعبة اللي لما طلعوا السبايا من كربلا ما التجهن بهم إلى الكوفة زينب سلام الله عليها وتعرف إذا ما أخذت بنظر الاعتبار شلون كان حال الحسين صلوات الله وسلامه عليه على رمضاء كربلا شلون كان حال الأبو علي بأي حالة هذه هذه مو افتراءات ولا ادعاءات وإنما هي حقائق ينقلها التأريخ تقول الرواية كان الحسين مسلوب العمامة والرداء جثة بلا رأس مقطع الأعضاء على رمضاء كربلا يقول زينب نظرت إليه من على ظهر الناقة نادة أخي حسين أخي لو خيروني بين المقاوى عندك أمر رحيل لاخترت المقاوى ولو أن السبا يا أخي أعتنا شو بلحمي لكن مو بيدي أخويا حسين تقل أخويا أخويا لا تقول ما عندك أمروى أخويا ما عندك أمروى ولا تقول ضيعت الأخوى يا أخويا أخويا شوف الشمير بيدي يا أخويا يا أخويا سوا سوا يا زينب قالت خويا صوت علمتني تلوم يا أخويا صوت علمتني اقرأ هاي الابيات وشلون السبايا يطلعون من كربلا يقول لما انحدى الحادي بودايع الهادي لنزي انا بتنادي بونك يا حادي وحنا حرام وقفان ما ظلت النارجال نمشي على هذا الحال والسفر يا ذينا شتردين يا زينب قالت مروا على العباس جثب لا يا راس شلون السبور يا ناس نمشي وتخلون بعد يا زينب قالت مروا على الاكبر وعلى الثرم طبر نادوا بني حدار خلهم يلمون مروا على جاسيم وعلى الثرم نادوا بني حشيم خلهم يزفون بعد اكواحد يا زينب مروا على الثرم نادوا بني حشيم خلهم يشيلون مروا على الثرم نادوا بني حدنان خلهم يدفنون تقول لك يا وداعت الله رحت عناك رحت عناك 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 قم بتخلهم وجسهم كولننا واغ شاو ما ودعوني خويا ما ودعوني لا تقول زينب والحرم ما يودوني يا نحرم يا ابو السجاد من عقبان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه زينبون ومن قبل كانت بفنى دارها تحط الرحال إلى هناء بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه واخيه والتسعة المعصومين من ذريتي وبنيه لا تخرجنا من مجلسنا هذا إلا بقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا وغفران ذنوبنا وقبول أعمالنا عجل وليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا عندك قدم صدقين مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عننا إلى أماتنا وأماتكم السامعين الوسسين الله شيعة أمير المؤمنين من ليس لهم ذاكر رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات